اسم الدرس أتدرب على حل المسائل المسألة الأولى أولاً قام السيد سليم برحلة لتسليم بضاعة إلى تاجرين بمدينتين ألف وباء وفي نهاية اليوم أعد تقريراً عن هذه الرحلة ساعة الانطلاق من المصنع الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة صباحاً زمن التوقف بكل مدينة واحد ساعة وخمسة عشرة دقيقة ساعة الوصول إلى المصنع من جديد الساعة الرابعة عشر وخمسة عشر دقيقة معدل سرعة التنقل ثمانون كيلو ماتر في الساعة كمية البنزين المستهلكة في مئة كيلو ماتر عشر لتر ثمن لتر من البنزين ثمانمائة مليم مصاريف الغداء سبعة ألاف وخمسمائة مليم أبحث عن المسافة التي قطعها السيد سليم في هذه الرحلة الإجابة للبحث عن المسافة المقطوعة يجب أن أبحث عن زمن الرحلة ومنه زمن السير زمن الرحلة زمن الرحلة يساوي ساعة الوصول إلى المصنع إلا ساعة الانطلاق من المصنع أربعة عشرة ساعة وخمس عشرة دقيقة إلا خمس ساعات وخمس وأربعون دقيقة يساوي ثلاث عشرة ساعة وخمس وسبعون دقيقة إلا خمس ساعات وخمس وأربعون دقيقة يساوي ثماني ساعات وثلاثين دقيقة زمن السير زمن السير يساوي زمن الرحلة إلا زمن التوقف بكل مدينة ثماني ساعات وثلاثون دقيقة إلا واحد ساعة وخمسة وأربعون دقيقة في اثنان يساوي ثماني ساعات وثلاثون دقيقة إلا إثتين ساعة وثلاثين دقيقة يساوي ست ساعات المسافة المقطوعة المسافة المقطوعة تساوي زمن السير في معدل سرعة التنقل ستة في ثمانون يساوي أربعمائة وثمانين كيلو متر أبحث عن تكاليف الرحلة الإجابة كمية البنزين المستهلك كمية البنزين المستهلك يساوي المسافة المقطوعة على كمية البنزين المستهلك في مئة كيلو متر أربعمائة وثمانون على عشرة يساوي ثمانية وأربعين لتر ثمن البنزين المستهلك ثمن البنزين المستهلك يساوي كمية البنزين في ثمن اللتر الواحد من البنزين ثمانية وأربعون لتر في ثمانمائة مليم يساوي ثمانية وثلاثين ألف أربعمائة مليم تكاليف الرحلة تكاليف الرحلة تساوي ثمن البنزين مع مصاريف الغداء ثمانية وثلاثون ألف أربعمائة مليم مع سبعة آلاف وخمسمائة مليم يساوي 45900 مليم المسألة الثانية ثانياً يشغل مصنع سبعين عاملاً وثمانية فنيين وثلاثة مهندسين ينطلق العمل بالمصنع في الساعة السابعة والنصف صباحاً ويتواصل حتى الساعة الخامسة والربع مساءاً تتخلل ذلك استراحة تدوم واحد ساعة وخمس عشرة دقيقة لتناول الغداء يعمل المصنع مدة 24 يوماً في الشهر ويتقاضى كل عامل 1500 مليم عن الساعة الواحدة من العمل الفعلي بينما ينال الفني معدل 2500 مليم عن الساعة الواحدة من العمل الفعلي أما المهندس فحدد راتبه الشهري بـ 1250 دينار ما عدد ساعات العمل التي يقوم بها العمال والفنيون في الشهر؟ الإجابة ساعات العمل اليومي ساعات العمل اليومي تساوي ساعة انتهاء العمل إلا ساعة انطلاق العمل مع مدة السراحة 17 ساعة وخمس عشرة دقيقة إلا 7 ساعات و30 دقيقة مع واحد ساعة وخمس عشرة دقيقة يساوي 17 ساعة وخمس عشرة دقيقة إلا ثماني ساعات وخمس واربعون دقيقة يساوي 16 ساعة و 75 دقيقة إلا 8 ساعة و 45 دقيقة يساوي 8 ساعة و 30 دقيقة عدد الساعات لكل عامل في الشهر عدد ساعات العمل لكل عامل في الشهر تساوي ساعات العمل اليومي في عدد أيام العمل في الشهر الواحد 8 ساعات و 30 دقيقة في 24 يساوي 192 ساعة و720 دقيقة يساوي 192 ساعة و12 ساعة يساوي 204 ساعة ما قيمة الرواتب الجملية التي يدفعها صاحب المصنع كل شهر بالدينار؟ الإجابة رواتب العمال الراتب الشهري لجملة العمال يساوي معدل ما يتقضاه العامل في الساعة الواحدة في عدد ساعات العمل شهرياً في عدد العمال 1500 في 204 في 70 يساوي 21 مليون و420 ألف مليم رواتب الفنيين الراتب الشهري لجملة الفنيين يساوي معدل ما يتقضاه الفني في الساعة الواحدة في عدد ساعات العمل شهرياً في عدد الفنيين 2500 في 204 في 8 يساوي الرواتب الجملية الرواتب الجملية تساوي رواتب العمال مع رواتب الفنيين مع رواتب المهندسين 21 مليون و420 ألف مليم مع 4 مليون و80 ألف مليم مع 3 مليون و750 ألف مليم يساوي 29 مليون و250 ألف مليم المليم مليم مليم